لكن زي ما قلتلكوا ضربة البداية دايماً معه مقالي ومقاله موسم عرقالة الاهلي ده احنا على فكرة وعطفاً على الاستهلالية اللي لمس عليها المهندس عادلي في الاول هو بيحب يا جماعة يقفز على المسألة الفاية لا احساً هتاجي همومنا واحدة يعني لانه الحقيقة هو ايه اللي كان مطلوب قلنا لكم بالورقة والآلم والعدد الاهلي اكتر فريق في العالم يلعب مطشات رسمية السنادي في العالم يعني لو تلعب كاس مصر السنادي لانه دي بطولة السنادي هيبقى لعب 64 مباراة لو تأجل كاس مصر زي ما هم بيقولوا هيبقى الاهلي لعب 59 مباراة اقرب حد 52 الزمالك اللي مقوم الايامة دي كلها 50 مباراة ايه اللي كان مطلوب من الاهلي يعملوا عشان ما يتأجلوش مطشات انت بتلعب في كاس العالم للاندية المطشات بتتأجل انت بتكمل السنة الرابعة على التوالي توصل لنهاية دورة الابطال المطشات بتتأجل الوضع الطبيعي اللي تطبع على الاهلي تطبع على بيرامنز لغاية لما خرج الفرق بين الاثنين ان الاهلي لعب كاس عالم طبع على الاربع الاربع عدية بيما فيهم وزمالك بس الزمالك خرج في دور المطشات انت باند اللي كان محطوط في اللايحة اللي صارت على الكل انك لما تتأهل بعد دور المجموعات يعني في الادورة الاغصائية مفيش مطشات بين الزهاب والقياب للفرق المتأهلة لانه اسبوع بيرامنز خده وفيوتشار خده والاهلي خده ايه المشكلة بقى المشكلة ان الاهلي خد بطولة افريق فمش لقيله اي حاجة يقللوا بيها من جدار تفوزه بالبطولة او يشوشاره مش يقلله هو مقدرش يقلل لكن هو يشوشر وكأنه يعني مخدش افريقيا عشان الاهلي تأجله يعني ما كانش معنا يعني في نفس المزابعة او في نفس الظروف لكن لما تجد ان الكلام بتاع التأجيل والكلام بتاع القوائم مش حارش كل الاضاء اللي انا اثرتها دي هي نفس ابتدى ميده ابتدى كريم حسن شحات مهوق حنبتدى بقى نقول له يا كريم انت معنا ولا مش معنا قضيتنا كذا هيقولك والله انا ضد تأجيل لنادي لان كان معاك قايمة 35 اهو كانت النتيجة ايه عام الحسين اللي هم 30 النهار مفيش خمسة اللي هم اللي فوق السن وخلي بالك هو من الناس الزمالك كان مستفيد من اللايحة دي من القوام الاضافية عنده عدد كبير من اللعيمة ومعار بره مه واخد بالك مه فانت انت اه يعني مستعدة تأذي نفسك بس تأذي انا يعني طب يا جماعة هي هي الفكرة كلها ما يخص القوائم والقياد اتحاد الافريقي من ساعة موسم كورونا والمشاكل اللي حصلت خلى الاندية بتسجل 40 لعب والاتحاد الدولي خلى التبديلات في اثناء المباراة خمس تبديلات كله علشان راحت اللعيدة او عدم ضغط اللعيدة ازاي اي نادي مصري وارجوكو شيلوا الاهل من دماغكو انتو عملين تفصلوا تفصيلات ضد الاهل الاهلي مش لوحده اللي بيلعب في افريق بيرامز داخل دور الابطال السنة الجاية مع الاهلي على الاقرب وفيوتشر والزمالك الكونفدرالية الاربع اندية دول هينفسوا اندية القوائم بتاعتها فيها 40 لعب ازاي النادي المصري اي نادي في مصر هيدخل البطولة بتلتين لعب وعنا عايزين تخلوها 25 انتو الهدف كله عرقلة الاهلي انت عارف يا سيد زبريم المفاجأ بقى اه اتكلم ده من 2005 اه اول ما لقى لكسب وطوله تفريقها وليعب في كاس العالم تبدأ تدور على وكان كابتن سامير زاهر معنا وتاني سنة ووصل في 2006 وكان برضو كابتن سامير زاهر واحنا هناك ابتدى يتكلم لا لا ماينفعش ان يبقى فيه 30 لعب و25 لا وحنتكلم في القوايا قلت له يا سامير بيه انت يعني بتفتكر النظام لما تلاقي الاهلي يستفد منه لو خلتها 20 لعب الاهلي برضو هيكسب احنا بنعرف نرتب اوراق لكن الكرة المصرية رجع بقى بعد ما قال كده وحننزلهم خمسة الاستاذ ممدوع عباس طلب ان العدد يزي يفضل زما هو علشان كان فيه ناشين كتير في الزمالك حيمش فتعاملت القايمة 30 فضلت بس مش بناء على طلب الاهلي بقى ساعته راح كسبان 2006 و2008 و2010 وكل ما يكسب الاهلي عاديين يغيروا النظام طبعا سكت لما 2007 خسرنا ورجعتها نفتكر قلت له انت طيب انت استفدت هو انت انت معيارك الاستفادة ايه مش نتاج المنتخبات قال لي اه قلت له طيب المنتخبات عملة ايه معجزات بتغير النظام ليه ما النظام اللي هو افرز النجاحات ده هو النظام اللي انت عايز تغيره هدفك ايه اذا كان المنتخبات بتستفيد والاهلي بيكسب بطولات قال لي اخذ الصور قلت له الصور ليه مش محطوطة قدامك القريطة كده ولا ايه ولا هما بيجيبوا لك والاهلي امتى ويفضلوا يقولوله عشان كان بقى الوقت ايه اندية عايزة تطلع قبل المجميع وبتاعه عايزين يوزعوا اللعيبة بتاعت الدرجة الدوري المنتزى على الاندية دي عشان اصواتهم في الجمعية العمومية كالعادة لازم وراها هدف ملوش دعب ما طلعت الكورة زي ما بيحصل اليومين دول خلي بالك دلوقتي فيه نظام من اول السنة كل الاندية ماضي عليه اللي هي بعملة دلوقتي اجتماعا ديها شعبية الغريبة هي ان الاندية الشعبية المنضمة دي في الدوري المنتز ملاش دعب صعود الهبوط يا كويس انك فكرت يا جماعة القصة اللي المانس عدلي بيشير اليها بلسان المصلحة العامة ودي ملاش دعب الاهلي بقى يوم اتنين عشرة اتنين عشرة تحضر كورة بعت لاندية القسم التاني والتالت انه يا جماعة قبل الموسم يعني قبل الموسم بشهر الموسم بدأ تلاتين عشرة يوم اتنين عشرة بعت لهم النظام ان احنا هنعمل دوري موازل الدوري الممتاز اسمه دوري المحترفين العالم كله ورؤية رؤية فيتوريا كده انك لازم ان تبقى عندك بطلتين للمحترفين لانك بتنزل وتصعد من البطلتين المغرب عاملة الطفرة الكبيرة دي بسبب الدوريين دول مع بعض السعودية لو خدتوا بالكو بيتس الموسماني لما كان بيدرب اهل جدا لما نزل دوري متبعته جريا اسمه دوري روشن تقريبا يعني دوري له رعاه ولو مدخيل وقوي جدا ويختار منه للمنتخد يبقى عندك قاعدة لمسابقتين كبار تقدر تعمل التوازن اللي بينهم هنا في الدوري الممتاز عندنا 18 نادي الناس عايزة تخفض فعملوا بديل انك تعمل دوري للمحترفين 20 نادي بحيث انه ياخد ويدي من الدوري الممتاز على بعد سنتين الموسم اللي بعد جاي الممتاز يتخفض يبقى 16 نادي وده يتخفض يبقى 18 دي المصلحة العامة الاندية اخترت بالكلام ده يوم 12 يعني قبل البطولة ب28 يوم الكل وافع عليها وتعاملت مسابقة بدل ما يبقى المسابقة اللي بعد الدور الممتاز تلات مجموعات متناصرة في الصعيد وبحر وقبل والكلام ده كله قالك لا دور محترفين 20 نادي وهيتخفض يبقى 18 بعد كده يتباع لقناة زيعو مدربين المنتخبات يتابعوه اللعيبة تحتارف فيه يبقى عندك مسابقتين قويتين ماشيين مع بعض والاندية تاخد فلوس لأول مرة حقيقية والاندية يجي لها رعاوي يجي لها بس واتطور ملعبها توسع قاعدة الاختيار الكلام ده حصل في كل الدوريات شوفوا الدوري الإنجليزي وكل الدوريات العربية شغالة بالمنطق ده بطولتين محترفتين أقوياء كانت النتيجة إيه صعدت الاندية وفيها اندية شعبية زي الأولمبي والترسانة ادعدوا خالص في المنافسة طب ما انت بعدت في المنافسة اللي فيها اندية شعبية يعني جمهورية شعبين الكوم ده نادي شعبي جدا في المنوفية دي كيرنس في المنصورة نادي شعبي جدا هم دول في المحترفين ولا لا دول في الدور اللي صعدوا للدور المحترفين خلاص يعني كيرنس مجود اه مش شعبي اه طبعا وجمهورية شبين مش شعبي طبعا طنطة طنطة مش شعبي المنيا المنيا مش شعبي هكذا لك أسيوت طيب المنصورة المنصورة مش شعبي كل دول اندييا شعبية موجودة طب أنا عادي أسأل سؤال الأولمبي والترسانة ما ما اللحقوش يخشهم ما لحقوش يفضلوا موجودين في الدور ده في الدور معترف حيزالوا بقى دوري اللي هو ضرب بالضبط عن سبيل التانية أيوة طب انت نزلت علشان فنيا أو إداريا أو أو فيبقى الكلام الصديقا دي شعبية هتدار الترسانة نادي تاريخي ونادي في مراحل من مراحل المسابعة كان المنافس المباشر للأهلي بس انت بتتكلم بمنطق دلوقتي ده نادي له شركة كبيرة جدا لازم أن الأوضاع الاقتصادية تختلف وتتغير الأولمبي انت بعيد بقى لك سنين طويلة ده مش زنب المسابعة دي زنب الناس اللي قائمة على إدارة الكورة والمشروع بتاع النادي لأنه دي كيرنس أول مرة دي كيرنس يدخل المنافسة وكان كتف بكتف مع البلدية للصعود لغاية المباراة الأخيرة كان ممكن يخش الممتاز كان ممكن يصعد للدور الممتاز دي كيرنس في الده أهلية المنصورة الطنطة المينيا أسيوت كل الأندية الشعبية بانوسويف كل الأندية الشعبية دي موجودة في دور المحترفين إيه فكرة بقى أننا علشان فينا ديين فتبدأ تجيش وللأسف تلاقي أن دي من الدور الممتاز متضمنة ضد الفكرة يا جماعة الكورة عايزة تتصلح والكورة محتاجة فعلا كل الناس لما يبقى فيه فكرة هتصلح وهنمشي زي بقى الدوريات المحترفة الناس تبص للمصلحة العامة معيني بص بقى سيد زبراهيم الأندية الأندية اللي هي بتقصدها واللي بتجيش دلوقتي من الممتاز عشان تلغي الفكرة هو أنت هو أنت لقدر الله ونادي شعبي من اللي موجود دلوقتي نزل على النظام القديم حيبقى دوري يسموه ايه ممتاز بيه أو بيسموه المظليم الزل والمظليم لكن لو أنت نزلت على دوري محترفين حتنزل أكنك قوتك موجودة قوتك موجودة وفلوسك موجودة ومواردك موجودة والأضواء موجودة لكن الحزبة مش كده الحزبة لإنه ما فيهاش حزبة مصلحة الكورة المصرية دايماً خلط الأوراق بين الدرجات المختلفة الخاص بالعام لا مع الدرجات المختلفة ما فيش حتة برا كل الدرجات دي ليه علاقة ببعض دي ليه هربطة ودي ليه هربطة ودي ليه هربطة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف كمان كلام مهم